تلقى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعروي تقريرا حول آخر جهود منصة أياد مصر التي أطلقتها الوزارة خلال عامها الأول 2021-2022 وأوضح وزير التنمية المحلية أن منصة أياد مصر تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرة التي يتم تدشينها